اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الاعلام ان ما تعيشه دولنا اليوم من تطور يشمل مختلف المجالات يبعث على الفخر والاعتزاز ويتطلب تضافرا للجهود الاعلامية لنقل قصص النجاح التي تسطرها دولنا الى العالم باسرح واشار سعادة وزير شؤون الاعلام لدى مشاركته في منتدى مستقبل الاتصال الحكومي ضمن اعمال القمة العالمية للحكومات 2019 التي استضافتها امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اشار الى ان ما تمر به منطقتنا اليوم من تطورات متسارعة لسيما في مجال الاعلام والاتصال جعلت المتلقية مشتتا في ظل التدفق الهائل للمعلومات في مختلف منصات التواصل وهو من تبهت اليه الحكومات التي جعلت من تقنية المعلومات مرتكزا لأعمالها وخدماتها وشدد سعادته على ان التواصل المباشر بين القادة والمسؤولين في دولنا وبين المواطنين اصبح سمة مشتركة وخاصية قل نظيرها على مستوى العالم وهو ما يعكس الصورة الحقيقية للجميع بان المواطن لطالما كان وسيظل جزءا من صناعة القرار الوطني في دولنا ترجمة نانسي قنقر